نهاية غير موافقة لرحلة السفينة الإماراتية سوفت في المياه الدولية قبالت سواحل مدينة المخى انتهت رحلة السفينة الإماراتية لكنها نهاية غير متوقعة في طريق العودة من عدن تعرضت سوفت لعملية إرهابية غادرة حيث قصفت بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية الحكومة اليمنية في بيان لها نددت بالحادثة ووصفت العملية بالإرهابية كما ذكرت أن السفينة كانت تنقل مواد إغاثية وتقل جرحا ولم تتوقف عند ذلك بل أكدت أن الحوثيين لا يوجد لديهم نية لاستقرار الوضع في اليمن وأن هذه العملية تكشف أن المياه الدولية في خطر قيادة التحالف التي تتولى تأمين الشريط الساحلي الغربي توعدت الميليشيا بإجراءات أكثر صرامة ودقة بعد أن قالت إنها أنقذت مدنيين كانوا في السفينة كما أكدت أن هذا العمل يعد مؤشرا خطيرا لتوجه الميليشيا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية في باب المندب في مثل هذا الشهر من العام الماضي استعاد الجيش الوطني بغطاء من طيران التحالف مضيق باب المندب ونشر التحالف قوات بحرية في الشريط الساحلي لتأمين الملاحة الدولية الذي يمر من خلاله ما يربع على أربعة ملايين برميل نفط خام يوميا موسيقى